السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصباح الخير لكم جميعا السيناريو الذي تحدثنا عنه البارحة في الفيديو مع الأسف حدث الآن وهو انقطاع التيار الكهربائي على شكل بلاك أوت في مقاطعة بعد نفوتنبيك في بدينة جاجنو في خايس غاشتت بالقرب من الحدود الفرنسية انقطع التيار الكهربائي بعد منتصف الليل يعني بعد الثانية عشرة ليلا حتى الثامنة صباحا بسبب عطل فني في شبكات التوتر المتوسط في محطة التحويل حيث انقطع التيار الكهربائي لحوالي 7 أو 8 ساعات عن 30 ألف شخص في هذه المدينة وهو السيناريو الذي يخشى منه وتم الحديث عنه في الفترة الماضية إذا حدث انقطاع مفاجئ في التيار الكهربائي سواء على شكل عطل فني أو بسبب كارثة طبيعية أو بسبب هجوم أو تخريب أو أي شيء مشابه فيجب أن يكون الناس مستعدين والسكان مستعدين في هذه الحالة انقطاع التيار الكهربائي كان لليلة واحدة فقط ولكن الشيء الهام الذي يجب أن نعرفه أيضا أنه بسبب انقطاع الآن هذا التيار الكهربائي عن مدينة كاملة 30 ألف نسمة أيضا أرقام الطوارئ توقفت تقريبا عن العمل وكان فيها يعني مشاكل اللي هي أرقام 110 و 112 للشرطة أو أيضا الإسعاف وبالتالي هذا أدى أنه الأطفائية أيضا يعني خرجت إلى الشوارع وأقامت نقاط يعني مراكز حتى الناس يقدروا يصلوا يعني للإسعاف أو الشرطة أو النجدة في حال حدث يعني أي مشكلة باعتبار أنه الهواتف ما تقدر تشتغل أو الشبكات يعني هذه الأرقام الطوارئ ما تشتغل بشكل طبيعي هذا هو السيناريو الذي يتم الحديث عنه دائما ويخشى منه فالآن يعني حدث بشكل صغير يعني لم يتم الإفصاح عن وجود أي مشاكل أخرى حدثت يعني في المدينة ليلا ولكن هذا الاحتمال إذن قائم لأي سبب كان أن ينقطع التيار الكهربائي ننتقل إلى الموضوع التالي ونبقى في مقاطعة بادن بفوتنبيرغ التي حدث فيها اليوم صباحا زلزال في الساعة السادسة صباحا و13 دقيقة بالقرب من مدينة شتوتكات في منطقة هيشينغن تبعد عن شتوتكات حوالي 50 كيلومتر حدث زلزال من النوع المتوسط بقوة 3.9 على مقياس ريختر طبعا على الغيش تاسكالا يعني بتم قياس هذا الداخل ألمانيا كان الرقم 3.9 ومن سويسرا أيضا تم الإعلان عن أن مراكز تسجيل الزلازل أيضا توقعت أن قوة الزلزال كانت بمقدار 3.9 في وقت سابق أيضا حدثت في نفس المنطقة يعني في شهر يولي زلزال بمقياس 4.1 على مقياس ريختر لم يتم الإفساح عن أي معلومات عن حدوث خسائر في الأبني أو ورود حتى اتصالات يعني للنجدة في وقت سابق في الزلزال الذي قبله يعني لما كان بقوة 4.1 تم يعني اتصال بالنجدة عدة مرات الناس يعني تحدثت عن أن بيوتها بدأت تحتز يعني بشكل واضح ولكن دون الإفساح عن وجود خسائر بشرية أو مادية والآن الزلزال اليوم صباحا أيضا كذلك لم يتم لحد الآن الإبلاغ عن أي خسائر مادية أو بشرية فالأحباء اللي بتابعونا في مقاطعات بعد نفوت ميك ومن هذه المنطقة ومن شتوت كات يريد تكتبونا في التعليقات إذا حدى فيكم أيضا شعر بالزلزال اليوم صباحا ننتقل إلى الموضوع التالي ولكن هذه المرة إلى مقاطعة باين ورئيس وزرائها السيد ماكوس زودا الذي أعلن في تصريحات صحفية اليوم لصحيفة البلد أمزونتك أن ألمانيا يجب أن تقوم أيضا بتنصيب صواريخ دفاع جوي تحمي المدن الألمانية وأنه لا يكفي أن يتم إرسال فقط صواريخ الدفاع الجوي إلى أوكراديا هناك وإنما يجب أيضا حماية المدن الألمانية في انتقاد يعني مبطن بشكل أو بآخر نعرف أن ألمانيا قبل عدة أيام أرسلت أنظم دفاع جوية متطورة جدا من نوع آيرس تي اس الام ودها 40 كم صحيح ولكنها يعني جدا متطورة وطالب معكو الزودا الآن بنفس الشيء للمدن الألمانية وقال يجب أن نقوم بنصب أيضا مظلة لحماية المدن الألمانية تغطي كافة الأراضي الألمانية وليس فقط إرسال الأسلحة إلى الأصدقاء والحلفاء إلى أوكرانيا نعرف أن حتى أنظمة الدفاع الجوي هذه التي تم إرسالها إلى أوكرانيا لم تدخل الخدمة بعد حتى في الجيش الألماني ومن المتوقع أن تدخل الخدمة في عام 2025 هذا من ناحية من ناحية أخرى أيضا أكد رئيس وزراء مخاطعة باين سيد ماكو الزودا على أنه الآن لا يود أن يفرض ارتداء الكمامة داخل الغرف المغلقة أو الأماكن المغلقة الإننغايمة نعرف أنه الآن يمكن ما عم نتحدث نحن بشكل يومي ولكن عدد الحالات عم يزداد لبعض الوشافية عم تدعو مرة أخرى إلى عودة فرض الكمامة في الأماكن المغلقة تشديد الإجراءات ولكن السيد ماكو الزودا قال في مقاطعة باين لا يود حاليا أن يقوم بفرض الكمامة على الناس داخل الأماكن المغلقة وقال يمكن أن من يريد حماية نفسه أن يرتدي الكمامة بشكل طوعي هذا من ناحية أو أن يأخذ اللقاحات أيضا المتوافرة فإذا لا يعتبر أن هناك حاجة الآن لعودة فرض الكمامة في مقاطعة باين ننتقل إلى الموضوع التالي رغم التركيز الكبير على أسعار الغاز بسبب ارتفاعها الكبير في الفترة الماضية ولأهمية الغاز أيضا في ألمانيا وخاصة للصناعات الألمانية لاجب أن لا ننسى أيضا أن أسعار الكهرباء أيضا بدأت ترتفع في ألمانيا بشكل واضح حسب أيضا كل شخص عند أي شركة عند أي شتاتفاك فهذا الأمر متفوت أنا شخصيا تحدثت في فيديو سابق أنه أجتني رسالة من مزود الطاقة الكهرباء عندي ورح يرتفع عندي الكيلو واط الساعي بحوالي 8 أو 9 سنت على الكيلو واط الساعي طبعا بدءا من العام القادم فهذا الآن مختلف من شركة إلى أخرى فحسب كل شخص فيكم موجود عند أي شركة هناك شركات يعني نسبة الارتفاع بالأسعار فيها بحوالي 120% الشركات الأغلى الآن رح أعطيكم الآن الأسامي الأولى وفيني يحط لكم كمان الرابط ممكن كل شخص فيكم يدخل على الرابط ويشوف إذا كان هو موجود على هذه القائمة والشركة ومزود الطاقة الموجودة هو عنده لا يعرف نسبة الزيادة في الأسعار الآن حاصلة قياسا على استهلاك سنوي متوسط تقديري 5000 كيلو واط ساعي واعتمادا على مقارنة الأسعار عند تشك فيونس فانسيش الموقع الشهير فجاء أكبر ارتفاع الآن بالترتيب الآن على الشكل التالي من الشركات كمان الرابط ومزود الطاقة الموجودة إلى ألتسين جيمبي ها في المركز الثاني يعني حتى في عنا نحن الأسعار السابتة اللي عنده العقود أولي مثلا انتقل وغير الشركة فدخل في الـ Grundversorgung دائما بتكون هون الأسعار أغلى لازاك عمشوف التكرار Stadwecker, Schönebeck, Stadwecker, Ludwig Slost, Grabo جائم بها وهكذا رحط لكم الرابط أيضا فيكم نشوفوا الآن القوائم للأسعار فأيضا ارتفاع الأسعار متفاوت من شركة إلى أخرى ننتقل الآن للموضوع التالي بدء مناورات عسكرية لحلف الناتو الآن في أوروبا للتدرب على استخدام الأسلحة النووية وبمشاركة ألمانيا و14 دولة من حلف الناتو ستكون مناورات واسعة بمشاركة حوالي 60 طائرة من مختلف الأنواع رح نشوف الآن وهذه المناورة العسكرية ستحمل اسم Steadfast Noon ستشارك فيها أيضا الولايات المتحدة بشكل رئيسي وواسع وسيتم أيضا استخدام القازفات الاستراتيجية الأمريكية البيت 52 الشهيرة اللي رح تنطلق من قواعد العسكرية في الولايات المتحدة الأمريكية وتتوجه إلى أوروبا أيضا وستشارك ألمانيا بطائرات التورنادو في هذه المناورات العسكرية مركز العمليات لهذه المناورات العسكرية بشكل رئيسي رح يكون المجال الجوي لبريطانيا ولبلجيكا وفي النوت زي بحر البلطيق هذه الأماكن الرئيسية التي ستم فيها إجراء التدريبات حسب الخبراء العسكريين تحديدا الشيء الذي سيتم التدرب عليه هو إخراج الأسلحة النووية الأمريكية الموجودة في أوروبا والتدرب على إخراجها من مخازينها تحت الأرض وتركيبها على الطائرات أيضا لحماية منطقة الناتو أيضا وحلف الناتو بشكل كامل هذه التدريبات يتم الآن القيام بها علما أنه تم التأكيد أن هذه التدريبات ليست موجهة ضد أحد ضد روسيا ومتعلقة بها الحرب وأنها كان مخطط لها مسبقا وأنه لن يتم استخدام أسلحة حقيقية في هذه التدريبات سيتم تحميل هذه الأسلحة على الطائرات ولكن هي مجرد تدريبات هذا ما تم الإفساح عنه الآن وبناء على معلومات غير أكيدة طبعا هي أكيد معلومات سرية فإنه من المتوقع أن يتم التدريب على تحميل هذه الأسلحة التي قد تكون مخزنة في هذه الأماكن في شمال إيطاليا الأسلحة النووية الأمريكية في أوروبا في شمال إيطاليا في بلجيكا في تركيا وفي ألمانيا إذن هذه أيضا هي القواعد الرئيسية التي سيتم ربما إجراء التدريبات فيها فهذه المعلومات طبعا غير مؤكدة أكيد هي سرية وغير معروفة ولكن هذا هو الهدف الرئيسي من هذه المنورات العسكرية الآن ننتقل إلى الخبر الأخير السفير الأوكراني السيد ميلنيك يغادر ألمانيا الآن متوجها إلى بلده أوكرانيا وسيحل محله سفير أوكراني جديد طبعا في ألمانيا لم يتم اعتماده بعد يجب أن يقوم بتقديم أوراقه لدى الرئيس الألماني فخانك فالترشتاينمايا الشخصية الأكثر جدلا كانت في ألمانيا في الأشهر الماضية منذ بدل الحرب الروسية الأوكرانية فهذا الشخص الذي تصرف بشكل غير اعتيادي بشكل ربما غير دبلوماسي تم وصفه في العديد من الأحيان وانتقد بشكل خاص ألمانيا وأيضا حكام ألمانيا الرئيس الألمانيا المسشار الألماني كان كان ذو شهرة كبيرة وشارك في العديد من البرامج التلفزيونية أيضا في ألمانيا طبعا حسب قوله هو دفاعا عن بلده وحبا لبلده وأيضا لإقناع ألمانيا بضرورة مساعدة أوكرانيا فالسؤال الكبير الآن يعني بعد أن غادر أيضا لألمانيا أنه طبعا شكر ألمانيا مع ذلك يعني روم كل شيء يعني شكر ألمانيا على وجود فيها بقية لمدة ثماني سنوات يعني سفيرا أوكرانيا لبلاده في ألمانيا فالسؤال هو هل هو شخص محق يعني في السلوب الذي استعمله يعني بلده في حالة حرب يعني وبحاجة لمساعدة وبالتالي كان مستعد لفعل أي شيء حتى الخروج عن الأطر الدبلوماسية المعروفة من أجل مساعدة بلده ووطنه أم أنه تجاوز الحدود المعروفة يعني الدبلوماسية أيضا فهذا السؤال يعني يبقى موجودا ولكن بالتأكيد كان شخص يعني شغل الإعلام الألماني لفترة طويلة في الفترة الماضية وهيكم كنا عملنا جولة على هم المعلومات من ألمانيا تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته